لن يشفع لحكومة بغداد أن الميليشيات التي تهاجم المصالح الأمريكية تدعمها إيران فالعراق يتحمل مسؤولية قانونية لهذه الهجمات ضد قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية بحسب تقرير لموقع ساتسيكيروتي الأمريكي المتخصص في الشؤون الأمنية التقرير أكد تصاعد وتيرة الهجمات الميليشيوية في العراق على المصالح الأمريكية الشنت في غضون أقل من شهر أربع هجمات بالصواريخ على القوات الأمريكية في العراق وتكررت الهجمات التي تستدف القوافل اللوجستية التابعة للتحالف الدولي بعبوات ناسفة فضلا عن تنسيق عمليات هجومية بين ميليشيات في العراق وميليشيا الحوثي في اليمن لضرب أهداف في السعودية وعلى الرغم من أن هذه الميليشيات تعمل خارج نطاق القانون في العراق إلا أنها في نهاية المطاف تعد جزءا من مكونات الدولة ما يرتب على العراق واجبا قانونيا يتمثل بمنع وقوع مزيد من تلك الهجمات بل قد تتحمل الحكومة بعض المسؤولية إذا أي أذن تتسبب به الميليشيات ولا سيما أن قوات التحالف تعمل على الأراضي العراقية بدعوة من الحكومات العراقية المتعاقبة بما يعني أنه ليس هناك سبب قانوني يسمح باستهداف تلك القوات بصفتها قوة احتلال بحسب تقرير Just Security وإزاء هذا الوضع القانوني فإن محللين يرون في التصريحات التي أدلى بها مؤخرا قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني خطرا يهدد بتحويل الهراق إلى ساحة حرب حقيقية إذ قال قآني إن صوت تكسير عظام الأمريكيين سيسمع قريبا وبالطبع فإن إيران لن تكسر عظام الأمريكيين داخل إيران أو داخل أمريكا وإنما سيكون العراق ساحة لهذه الحرب ما دامت حكومات بغداد خاضعة لرغبات الميليشيات ومن ورائها حكام إيران